هل الوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات وإحنا أسهل حاجة عندنا نشاير نشاير على إنها دحكة نشاير على إنها معلومة نشاير على إنها موسوق فيها وهدين هذه الوسائل لعبة علينا اللعبة أولا هي مش مستخدمة هناك بالشكل ده يعني الفيسبوك ده أول ما طلع عشان يعني يقولك لو قاليك قريب برة تسلم عليه ومتبعت صورة تسلم وخلصت عليك وإذا بهذه الوسائل تستخدم الاستخدام المجرم المبني على قد إيه بيتابعوك مش قد إيه انت صادق تمام أولا يعني طبعا هي حركبة الكلام في صميمة التخصص حاليا ومواقع تصل الاجتماعي وتأسيرها طبعا أنا هاجأ در استخصص بقا معاك بقى سيادة العقيد طبعا هي الفكرة كلها برضو وإحنا دايما بنحذر مواقع تصل الاجتماعي هي يعني أشبه مما يكون بمخدرات العقل الفكرة حاليا بتخص مواقع تصل الاجتماعي بتدور على اللي رايحك مش بتدور على اللي انت عايزه أو الصح أو الصح الفكرة لو انت عندك أي موقف مدايئك من حاجة معينة مثلا هتلاقي نفسك بتروح على الحاجات اللي هي المشابهة اللي بتنكأ جراح نفسك وتأيد الفكرة اللي في دماغك وتأيد الفكرة اللي في دماغك على مصر في حرب اكتوبر زي ما هو بيتم الترويج لي عن طريق المتحسل عسكري الإسرائيلي أو كذا موقع هتلا مش بتتكسف يعني يعني انتصار مصري بيدرس في كل أكاديمات العسكري في العالم لا لا هو بيزايف بص حضرتك ما بيكسفوش؟ هي هو مش حكاتي تكسف هو بيعتمد على إن اللي بيستقبل المتصفح جاهل أو مش عارف أو محدش قال له أو معلوماته ضئيلة فيبتدي يدي له معلومات 99% منها غلط ولكن معلومات صحيحة يبني عليها يبني عليها الغلط فأنت دايما بتروح لكل ما هو يتماشى مع هواك أو حالتك النفسية حاليا يعني انت وضع اقتصادي مضغوط شاف أن انت مديون بتاع هتلاقي نفسك بتروح لكل ما هو بيتكلم أو بيدور في هذا الفلك لوحدك وهتلاقي نفسك الحالة نفسية وهتلاقي هو بيقترحوا عليك بيقترح عليك أن انت الدنيا سودة وهتروح في دهيا وكله بايز يعني مفيش أي أمل في أي حاجة خالص وبتدي يطلع لك الحاجات اللي انت بتدور عليها وده طبعا يعني ممنهج ومعمول بحرفية شديدة ولكن برضو نيجي نتكلم على فكرة المواقع من أخطر المواقع حاليا موقع إكس اللي هو تويتر سابقا ده برضو بيعتمد على فكرة أنه هو مفتوح أوبن أي حد بيكتب أي حاجة فيش أي شيء من أنواع الرقابة طبعا إيلوم ماسك كان الغرض من القصة اللي كلها أنه هو بقى متميز ويكسب منين فيسبوك اللي هي كله يعني فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب كلها شركة متل اللي ماسكها فهو عارف يسيطر على كل حاجة بدليل أن أنت أحداث الحرب على غزة كان عليها قيود جامدة جدا فيسبوك وقيود جامدة جدا على الإنستجرام ونفس الحكاية عادة موقع إكس أو موقع اللي هو تويتر سابقا تلاقي أنه هو أوبن ولكن سلح زحدين وصلح خطير جدا لما بتيجي تتصفح زي وحركة كنت تقولي الوقت إيدي كوين مثلا على سبيل المسا بيكتب كلام على لسان الحكومة الإسرائيلية طبعا واضح جدا إنه يحصل كذا وكذا لو أنت تتبعت بشيء من يعني بشيء من التركيز تكتشف أنه ده كلام ممنهج ومدرب وهتلاقي فيه لنك ما بين كذا واحد مشيين على نفس النغمة وكمان يا فندم سرعة التكذيب من الجيش الإسرائيلي أو القيادة الإسرائيلية اللي تقال على طول كده جري بيأكد لك إن ده بلونات اختبار مقصودة ومتعمدة يعني ده حاجة مهمة جدا برضو لما نيجي بس بس شيء يوزكر برضو عشان أنا أقولت رحناك في قبل الفاصل في اللينك الأولاني على فكرة السقب اللحبات والتفنيد اللي هو موضوع صينة لو جينا بالصينة إن بداية سبع أكتوبر بعد الحادثة بيوم أو بداية الجنب يومين نرجع كلام السيدريس الجمهورية سابقه أحباطه تفنيد لو أنت بتعمل الكلام ده علشان أنت عايز تزوق الفلسطينيين وتعملهم نزوح قصري اللي رفح وتزوقهم عندي رفح الشيخ زوايد العريش ونعيد الحكام الأول فمش حينفع انسى انسى أعتقد ده كان سابقه أحباطه تفنيد وفي البداية خالص ده طبعا جاي من الزكاء أجهزة الأمنة في مصر فنديم أجهزة قوية جدا أنا مش بقول كده يعني علشان يعني شرفت بالانتماء اليوم ولكن أجهزة قوية جدا بتعرف تحل المعلومة بتعرف تجيب الموضوع مصبوط وبتدي رؤية صدقة وبتدي رؤية زيتا بعد يعني فكرة إن أنا أطلع بصبق وإحباطه تفنيد إن لو أنت بتفكر ده المفروض هو عرضه عليك بعد سبعة شهر يعني أيها أنت بوضتهوله من تاني يوم من تاني يوم أنت في بداية الحرب أحدش حتى يصدق وكله كان ماشي فورا القص مع الأيام اكتشفنا إن هو هو ده الهدف هو ده الهدف مفيش كلام تاني فعلشان كده أنا بقول لحضرتك يعني موقع تاصل اجتماعي بفكرة تزيف الوعي إن أنا أمشي لك اللي أنت جاءت داخل تدور عليه ده منطق الخطورة